تلك التاريخ بيعمل موسوعة وبيسجل أسماء النوابغ يكتبوا إيه عن محي إسماعيل يقولوا أن في جيه على أرض مصر في يوم ما الأيام في سنة من السنوات في تاريخ مصر في السينما المعاصرة وعلى مدى تسعين سنة فنان استطاع أن يسجل أعمال غير مسبوقة وهي أنه استطاع أن يبتكر لنفسه طياراً سمية بالطيار النفسي في السينما المصرية الشيء الذي لم يكن موجوداً من قبله ولو في حاجة موجودة قبلي في الحاجات دي أرجوك أنك تذكريها قبل شخصاً تقوله هالي في السينما في الطيار النفس الصعب المعقد ده اللي أنا عملته تعقيدات النفس البشريات مش حد في السينما تعتبره عمل شخصية شبه دي لا أنا بكلمش في كده أنا بتكلم تعقيدات النفس البشرية تعقيدات بمعنى إيه اللي هو التمثيل التمثيل العقدة الصعبة غير لما مثل شخصية صعبة الشخصية الصعبة كل إنسان هو عبارة عن شخصية مركبة لكن الشخصية المركبة والمعقدة دي قصة تانية ده بقى الخط اللي أنا مشيت فيه كتير تلاتين سنة مش فيلم أو عملين كل أعمالي دخلت في ده فبقى ليا نسيج صعب أنا كنت عايز أسجل أهداف في حاجة محدش قرب منها بتعزي أعمل حاجة مهمة ليه أنا فأنا كسبت نفسي وقد بقى لك لكن قد أكون خسرت فلوس كتيرة جدا ليه أقولك ليه تحب يسمع ليه أخذ أنا بأي أخذ أنا بتين مش أنا بأي أنا بتين ثانية واحدة أه 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 دي فلتك كنت عايزة كلها أه أه في بداية حياتي نعم جنور الشريف نعم كنت عامل يا أخوة العداء فقال ليه فيه فيلم عندي جميل أوي عايزك تعملو معي أه قلتول لي اسمه إيه أه قال لي دارت لانتقام أه دائما فجي سامير سيف وعرض علي الدور كان إنتاجه كان إنتاجه قلتول لأ ماينفعنيش فخسرت السامير سيف ليه مش إنت البطل مش أنا البطل قال لي دا إنتاج نور قلتول له معلش لازم تبقى الشخصية قد نور بالزبط دا كان تخيولي طب إنت عفوا يعني إنت بتؤمن إن الممثل لازم يكون هو البطل من الأول لا لا مش شرط بس أنا قلت إيه الحاجة التقيلة اللي أنا عملتها دي عايز أحافظ عليها فمش عايز أطلع في فيلم وأتضرب وحاجات زي كده أتضرب مش حابق أهير ومش حابق بطل وحاجات زي كده لكن لو في شخصية لها أبعاد ماشية طول الفيلم ويتضرب ويدرب ماشي إنما حتضرب وحاجات زي كده والشخصية ديرتي لأ ما فيش دا ما أعملش فخسرت سامير سيف وخسرت النور الشريف وخسرت رقفة الميهي وخسرت صلاح جاهين كمان لإن عرض علي دور في فيلم المتوحشة رفضت وجابونا على الشاشة في حوارنا وهو أيام الله يرحمه سالم محمد سالم كان حاجة سماية اتنين على الهوى فكت أنا قدام الأستاذ صلاح جاهين فقال إزاي أنا أكتب لك دور وترفضه قلتهم عليش ما أنا عملت زوز وجميل يعني شخصية مركبة وحلوة كده ومش كبيرة بس اللي أنت الشخصية اللي أنت مرشعني فادي لا فخسرت صلاح جاهين أنا أكلم بقى بصراحة وخسرت نور الشريف وخسرت سامير سيف ورقفة الميهي والأربعة دول ناس الخمسة ناس كبار جدا في تاريخ السينما المصري أكيد لهم تأثير وأكيد لهم ألوها فيا وبالتالي أنا تعبت جدا تعبت لأن بعد الإخوة الأعداء أنا أعدت في البيت ثلاث سنين ما بيشتغلش يا خبر ده حقيقة نتيجة ما أنا قلتلك لازم أدفع التامن نتيجة أن أنت اعتذرت ولا لا نتيجة أن أنا اعتذرت طبعا دول كانوا أسماء لها تأثير في السينما مثلا لما يقولوا هاتوا موحيس يقولوا لا لا ده بيرفض ده عمل لنا لور يعني الأربعة الكبار دول كانوا وراء توقفة خمس سنين لا مش وراء توقفة أنا رفضت الأدوار اللي هم عرضوها علي لوجهة نظر عندي أنا قد تكون وجهة النظر صح قد تكون خطأ يعني أنا دلوقتي بحاول إيه أرجع نفسي اكتشفت أن دلوقتي مش وقت الندم ولا وقت العتاب ولا وقت أقول لهم يا ريتني كنت قابلت يعني اللي جي في ذهني لكن أنا كان فيه في ذهني حلم عايزة حققه طب ليه ما تدونيش أدوار بطولات زي الإخوة الأعداء لما طالما أنا أثبتت وجودي تدوني بقى أدوار كبيرة بقى عشان إيه ما عودش إيه هارتل في الحاجات الصغيرة صحيح العبس العبس ما أنا أعرف اللي هي فكرة شوية فإلى سوف قلتلي واكتشفت الاستعلاء إيه الاستعلاء إيه الاستعلاء الاستعلاء يعني مثلا أنا حضرة بمثل وإن كان المثل ده يعني يعني ما عرفش أرجو يعني اللي جواي أقوله يا ريت اه أنا في يوم الأيام كان عندي 17 سنة فكتبت فيلم عن حرب السويس وكتبت أقول إن ده فيلم مبني على حقائق تاريخية وكده فبعد ما كتبت الفيلم ووديته الرقابة ووفقه عليه وخلاص فخدت الفيلم ورحت رايح نخابة السينمائيين ولفف الفيلم كويس أو فورقة كده ومقابل مخرج كبير قوي اسمه الأستاذ كمال الشيخ طبعا أستاذنا كلين طبعا قلت له أرجو من سيادتك أنا كاتب الفيلم ده وأرجو سيادتك تقرأ الفيلم ده والفيلم ده عن حرب السويس اه أنا مواسق لو أنا في الخارج في أوروبا اه زي سلفستر السالوني لما راح لهم كده وقال لهم أنا عايز أعمل فيلم روكي وأنا عايز أكتب وعايز أخرج وعايز أعمل ما قالوش عليه مجنون قالوله نشوف فشافه لقوه مظبوطة أو قالوله كامل لكن محدش خد منه موقف أو قالك إيه دعايل صغير ما أقولها عارف هيكتب فيلم سينما ما أقولها هيكتب سيناريو إذا كان في أستاذك بره بعرفوش كتبهم يعني هذا ديالوك كله ضار في دماغي والأستاذ كامل الشيخ بيرجع لي الفيلم بعد ستة شهور وما رهوش بعد ستة شهور اه نسبت الفيلم ستة شهور عنده اه اللي حصلي أنا رغم حب الشديد ليه اه زعل طبعاً من حق أزعل ليه؟ لقيت الكفر زي ما هو حتى ما تفكش هم فحسيت هنا بحاجة اسمها استخفاف استخفاف هم حتة الاستخفاف دي أه عصرت فيه قوي اه ما جاهز أنا عبقاري أخي ما تقرى هم ما تقرى اه لكن ما أرى شفاز عيل تاوي